اشتركوا في القناة برأس المهرك العلوي او ما يطلق عليه بالكلاس ساقوم بمحاولة قلبه حتى نرى هنا كيف نقوم بنزع الصمامات فقط نأتي بقطعة قطعة مغناطيسية قوم بوضعها هنا حتى قوم بشتبيتها هنا لاني عندما أقوم بعمل نزع الصمام من الخلف حتى تكون هذه القطعة لا تدع هذا الصمام يخرج معنا لنرى كيف يتم ذلك طبعا لي خرج هذه القطعة بكل سهولة أنا أستعمل هذه القطعة هذه القطعة توجد في أنابيب الماء عندما تريد دخال ماء للمنزل تقوم بوضعها هذا الشكل على الأنبوب وتقوم بشدها بالمسامير وتقوم به هنا إدخال وتقوم بتقوم الأنبوب المسؤول عن الماء وتقوم بإدخال الماء إلى منزلك أنا أقوم باستعمال هذه القطعة وتستطيع استعمال أي شيء يظهر لك تستطيع استعماله مثلا سأحاول لكم مثلا بهذا الشكل عندما تقوم فقط بالدفع بهذا الشكل أنظر تريد الخروج معنا أنا أساس لكن هنا وضعت تلك القطعة من الخلف لو هنا ليست موضوعة سنحاول مثلا نفتحها سنلاحظ إن الصمام ينزل معنا بالكامل ولن تفتح معنا لننظر سأقرب تصوير إذا اللي نزعها فقط نقوم بالضغط بهذا الشكل بهذا الشكل تخرج معنا يننظر ها هي خرج معنا كيف نقوم بإعادة ها هي يننظر ها هي القطعة إذا أردت يرجعها إلى مكانها فقط أرجع هذا وأقوم بإسقاط القطع بمكانها بهذا الشكل ثم أقوم بوضعها هنا ثم أقوم بعملية الضغط مرة أخرى بهذا الشكل إخواني تدخل إلى مكانها إذا أردت إخراجها تقوم فقط بالضغط بهذا الشكل ثم نقوم بإخراجها نعيد إلى الأخرى ثم قمقنا جائمة نزع هذه القطعة ثم نضعها أسفل الأخرى بهذا الشكل شكرا للمشاهدة هنا قمنا بنزعهم بهذا الشكل إذن بعدما قمنا بنزع المشدات للصمامات نقوم الآن بنزع هذه القطع أو المساند بهذا الشكل توجد أربعة هنا والأربعة الأخرى لكي يتم نزعها إخواني يجب أن ننزع ما يسمى بلغير سيباب فقط نقوم بمسكها بهذا الشكل وأرفعها للأعلى هذه التي تسمى لغير سيباب ترجمة نانسي قنقر دائماً إخواني لقد نزعنا هذه الأربعة لو نلاحظ ليستمثل هذه الأخرى يعني دائماً عندما تريد أرجع إلى مكانها يجب الأربعة هذه تقوم بوضعها هنا أصلاً لن تدخل معك هنا لكن أنت فقط للمحافظة لأن هذه توجد هنا حفرة لكي تدخل بها وهذه لا توجد أي حفرة حتى المهم يعني أن تكون تعرف كيف على الأقل صور الأشياء التي نزعتها حتى ترجعها كما كانت يتبقى لواحد هنا ترجمة نانسي قنقر الآن إخواني عندما نكون قد انهينا نزع هذه القطع هذه القطع كما تلاحظون الشيء المهم والمهم جداً إخواني يجب أن تحافظ على ترتيب الصمامات بمكانها يعني تقوم بقلبها دون أن تسقط معك أرجحها إلى مكانها بيدك بهذا الشكل ثم تقوم بالقلب لماذا؟ سأقول لكم لماذا نقوم بقلبه بهذا الشكل هنا نأتي بقطعة ورق نقوم بعمل بها الثمانية تقوم بهذا الشكل لكي نقوم بإدخال الصمامات بها بالشكل والترتيب الآتي نبحث عن هنا لو نلاحظ هذه الجهة هي التي يكون بها سير الكاتينة أو الزنجير أو حزام توقيت وهذه الجهة عفوا وهذه الجهة هي التي يكون بها الدلكو أو موزع الشرارة أنا أقوم أن تركب كما تشاء المهم حافظ على الترتيب أنا مثلاً سأقوم بفكها على جهة سير الكاتينة أو حزام التوقيت سأقوم بنزح هذا وضعوه هنا بهذا الشكل بهذا الترتيب ترجمة نانسي قنقر بهذا الشكل لأن هذه القطع يجب أن ترجع كما كانت كما قمنا بنزعها نقوم بأرجعها إلى مكانها هذه القطع يجب أن ترجع كما كانت إلى هنا أنكم قد انتهنا من هذا الشرح إلى فيديوهات قادمة بإذن الله نرجو منكم تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ومتجدد بإذن الله جنتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته